قال رئيس الوزراء الإسرائيلية الأسبق إهود باراك أنه يجب التخلص من حكم نتنياهو وقيادته الفاسدة وأضف باراك أن هذا ليس الوقت المناسب للبقاء جانبا مشيرا إلى أن مستقبل المشروع الصهيوني في خطاره هذا ليس وقت الخوف، ليس وقت الخمول، وليس وقت اتخاذ وضعية الدفاع حكم نتنياهو بعناصره العنصرية والفاسدة وقيادته الفاسدة يجب الإطاحة به وليس إنقاذها